يرى المتتبعون في مجال السيارات أن قرار استيراد السيارات المستعمل الأقل من ثلاثة سنوات لن يكون الملاد الأول للمواطنين الراغبين في شراء سيارة إذ إنه بمجرد فتح الاستيراد عن طريق الوكلاء المعتمدين قريبا إن شاء الله فستكون السيارة متوفرة داخل الوطن ويستطيع شراءها بالعملة الوطنية ولا يحتاجون لتبديلها وخسارة قيمتها بشراء العملة الأجنبية لذلك يوصي الخبراء بالانتظار إصدار دفتر الشروط الذي سيتم اعتماده للوكلاء أو انتظار إنتاج المصانع المحلية للسيارات وفي هذا كل وقت يستطيع المواطن الجزائري الحصول على سيارة جديدة بدل التسرع باقتناء سيارة مستعملة بأسعار مرتفعة وقد يقع فيها الغش من عدة جهات بالإضافة إلى فقدان مبلغ الشراء كيمته الحقيقية عند تحويله في السوق الموازية سلام